المعنيين لا يريدون أن يبنى العراق وخاصة من الدول المجاورة وعلى رأسهم الكويت حتى يبقى مفككا فالعراق كان ينتج مليون ونصف برميل وعنده فائد في ميزان المدفوعات واليوم ينتج حوالي خمسة ملايين برميل وينتظر الناس حتى تتصدقوا عليه مؤلم غدير هذا الشي مؤلم أنا أردسأ للبرلمان الموقر هل تعلمون أين يذهب نفط العراق أم تقاسمتموه وأنا أظن أنكم لن تتقاسمونه لأنكم لا تعرفون ماذا يحل بالعراق أو يدور أين مخابرات العراق أو استخباراته هاي هي على صالانة الحلاقة أم على ضيعة هنا أو هناك أو باعة هوى يقيناً الأمر جلل هذا العراق بي علي بن أبي طالب يا ناس هذا العراق بي الحسين دفع ثمن لم يدفعه أحد على الأطلاق لا من الألبياء ولا من الملائكة حتى يبقى العراق عزيزاً كبيراً بدينه وشرفه لماذا يباع الشرف والكرامة أين أموال العراق أين أموال العراق هل البرلمان البرلماني جاعد الآن يعمي آني اعتبروني ما أفتهم واعتبروني أبله واعتبروني جدرين اعتبروني اعتبروني الدجال منافق مشعوذ كلن قلوهن أسألكم سؤال هل فد يوم البرلمان قدم له واردات وصادرات العراق بكشف كم هي الأموال التي تخرج وكم هي الأموال التي تهدر أتحداكم هل البرلمان وضع حدود العراق ومنافذه تحت سيطرة وزارة المالية والعكم العراقي كفيل وحدها أن تغني العراق هل العراق وضع شركات العالم اللي تأتي قالت معالي النائبة قالت تجي الشركة من الوطن من فلان مكان ما أريد أسمي مئات الشركات اجت وخذت أموال من العراق ورجعت للإيران تركيا غيرها ولم تبني لبنة واحدة في العراق هل حسبت هل لوحقت يقينا لا لأن الفاسدين هم المسؤولين سؤال أسألكم لماذا أعطي خور الزبير لماذا لم يعطى إلى شركة أجنبية وتأخذ العراق حص به لبنائه والاستثمار لماذا أعطيتم ما لا تملكون من عرض العراق هدية ومن أعطى الزبير يعطي النجف ومن أعطى الزبير يعطي كربلاء وبغداد ومن أعطى الزبير يقينا لا يهمه شيء على الأطلاق سؤال أسألكم أنا معتاج أقولكم إحنا كفرد من الشعب من الشعب ما عدنا سلطة وياكم ولكن كونوا على بين الشعب هذا الشعب العراقي مرة تعلية قوافل الدين كلها راحته وبقى العراق العراق هالمرة لا تتوقعون أمريكا تتخلى عنكم مثلما تخلت عن الأكراد أمريكا تتخلى عنكم وكل الدول تتخلى عنكم وتبقون هاربين إن لم تصححوا مساركم لأن طوفان الله آت إذا هذه الناس نامت وأصابها المخدر ولم يكن لديها عقل ولم يكن لديها مبادئ سوى أنها تبحث عن مخدر تتناوله أو تتعاطى من أجل أن تنسى الكهرباء وتنسى الماء سؤال أسألكم بلد عايم على نفط وغاز كهرباء ما بيه والصومال بها كهرباء ما تنطفي يوم سؤال أسألكم بالله العلي العظيم هذا بلد نعرف بفرنسة بيلمانيا بكل دول العالم إذا أصاب الحكومة شلل أو إساءة تستقيل الحكومة بدقيقة العردن يوميا باستقيل بيه حكومة لذلك لإخفاق هنا أو هناك ونحن إن الكرسي هذا هو مال تبوي مثل ما ضابط بالعمارة ما أدروين صاروا ينقلونه أو يودونه دورة يجعبوا قعد على الكرسي لين قال هذا الكرسي مالتنا تعرفون ليش هذا جزء من التآمر على العراق اللي حطته إن إسرائيل وأمريكا من أجل والدول العربية والدول المحيطة ولا كدولة محيطة بالعراق تريد العراق أن يكون كبيرا ولا دولة محيطة بالعراق إلا وتريد العراق أن يهان ويبقى وضيح